يا مسائل فل ازايكم انا مريان حبيب والنهاردة هعمل معاكم المخ البني المخ البني من الاكلات الحلوة جدا جدا فيه ناس بتحبه قوي وفيه ناس ما بتحبوش فالنهاردة هقولوكو على طريقة يطلع معاكم احلى من الجاهز بكتير والناس اللي بتحبو تعمل الطريقة دي هتعجبها واللي ما بيحبوش جربوها يمكن تعجبكو وتبدأوا تحبوا البني وتاكلوه لانه هو بجد طعم متحصن هنطلعه مع بعض دهبي جدا ولونه حلو زي ما ان شايفين وكمان الطعم احلى من المحلات وهقولك ازاي لو انت مش حابة تعملي بني وعايز تعملي بس بالدقيق هقولك الطريقة واحنا شغالين وتعملي بقى احلى صندوتشات بني او احلى صندوتشات مخ بني وتعيشي بقى اول حاجة هبدأ بيها انا عندي هنا المخ جبته من عند الجزار هبدأ بقى اخسره ونظفه انا بحب اخسره ازاي بجيب طبق يكون فيه مية وعليها خل مثلا مع لقتين كبار من الخل وحط المخ فيها وابدأ اخسله بالراحة جدا جدا على قد مقدر حاولي ما تلغطيش عليه قوي وانت بتخسليه عشان هو بيتقطع بسهولة فبالراحة نشيل لو فيه اي شعرات دم نشيلها لو فيه اي شعر زيادة نشيله اي حاجة ونظفه كويس جدا وبعد كده نشطفه شطفة ونسيبه على جنب وبعد كده انا بحضر له بوكي جارني عشان يتسلق لازم في بوكي جارني اللي هي نص جزرة بصلة ورقتين لورا ملح وفلفل اسود وكمان عندي ارنفل وحبهان فصين وفصين هنجيب بقى مية سخنة تكون بتغلي كويس هننزل فيها بالبوكي جارني ده اللي عندنا ونسيبه يغلي الاول لوحده حوالي اربع خمس دقايق بعد ما يغلي كويس عشان المية دي تاخد الطعم كويس جدا نروح نزلين بالمخ اللي عندنا بشلحتين اللمون واسيبيه بالضبط سبع دقايق هو اول ما تنزله طبعا درالة حرارة المية هتقل شوية وبعين يبدأ يغلي تاني من بداية الغلايان سبع دقايق بالضبط وتطفي عليه عشان لما يستوي ما يجلتش معيك لو قاعد اكتر من كده هنشيله بقى من المية السخنة ويكون عندنا طبق تاني في مية بتلج مية سقعة بتلج لو ما عندكيش تلج يبقى على اقل مية سقعة متلج هنشيل المخ زي ما قلنا بعد سبع دقايق بالضبط ما تزوديش ابدا عن كده ونحطه بسرعة في المية السقعة ونبرده علشان نوقف عملية التسوية بعد كده بقى هنقده ونبدأ نفصل هو في زي ما هنشايفين تلات اجزاء كده الاول بحب افصل الجزء اللي فوق لوحده وبعد كده بافصل كل فصل واحده تمام بالشكل ده وبعد كده في ناس بتحب تقطعه شرايح بالطول انا الحقيقة بحب اقطعه كده ترانشوات بالعرض او يعني شرايح بالعرض علشان يكون سميك شوية معايا لما اجي اكمل باقي الخطوات ما يبقى وانا لو حتى الشرايحة سميك شوية انا ببططها وانا بكمل باقي الخطوات هنقطعه بقى كله بالشكل ده او بالشكل انت تحبيه براحتك وهنجيب بقى نص لامونة ونعصرها كويس جدا جدا على كل المخ وبعد كده كمان بقى هنجيب مجموعة التوابل اللي هنتبل بيها المخ بتاعنا هي دي عبارة عن ايه؟ معلقة صغيرة من البصل الباودر نص معلقة صغيرة من التوم باودر وكمان فلفل اسود وعندنا طبعا ملح حسب الرغبة وعندي بابريكا نص معلقة صغيرة وعندي كما نص معلقة صغيرة من السبع بهارات وكل المقدير بالزبط هكتبها لكم تحت الفيديو هناخدهم بنقلبهم كلهم كويس مع بعض هعملونا كده مجموعة التوابل حلوة وناخد بقى كل التوابل الحلوة دي نرشها بقى على كل حتة في المخ ونخلي بس في الآخر معلقة منهم علشان خاطر هنحطها على البقسمات تبلي كويس جدا جدا علشان المخ لازم يتبلي كويس عشان يديك في الآخر طعم حلو ممكن كمان تقليبيه على الناحية التانية وترش عليه رشة من التوابل دي بعد كده هناخده نحطه في الثلاجة عشر دقايق وبعد كده نكمل بقى الخطوات لازم يرتاح في الثلاجة عشر دقايق بعد ما عد عشر دقايق في الثلاجة اقل حاجة عشر دقايق ممكن تسيبيه نص ساعة ساعة يتبلي واخد طعم احسن هيبقى برضه افضل بعد كده عندي بقى اللي هو اللي احنا هنعمل منه البنية عندي هنا كوباة من البقسمات هحط عليهم زي ما قلتلكم معلقة صغيرة مليانة من البهارات اللي احنا عملناها دي هو تقريبا كمية البهارات اللي انا قلتلكم عليها او اللي انا هكتبها لكم هتعمل معاكم الكمية دي بالزبط هتبلي المخ والباقي تاخدوط حطوها على البقسمات وعندي هنا بيضة محطوط عليها رشة ملح رشة فلفل اسود وعندي كمية دقيق نصف كوباة من غير اي اضافات طيب لو انا عايزة اعمله من غير البدو البقسمات يبقى هناخد معلقة البهارات دي اللي هي فضلت من التدبيلة تحت المخ ونحطها على الدقيق ونحط في الدقيق بس وبعد كده نقلي لكي انا هنا هعمله ببيض وبقسمات ودقيق هناخد الاول نحط في الدقيق زي ما انشفته قطعة قطعة وبعد كده في البيض وبعد كده نبدأ اهم حاجة بس تغلفوها كويس قوي بالبيض وبعد كده ناخد بقى واحدة واحدة كده ونغلفها بالبقسمات وانت بقى بتغلي فيها بططي كده هتبطط معاك بسهولة كده وفرديها بالسمك اللي انت عايزة ودايما واحنا شغالين خلي ايد في البقسمات في الحاجات اللي هي الجفة واييد تانية في الحاجات اللي هي السايلة هعمل معاك واحدة تانية هي اللي اول في الدقيق وبعد كده البيض وبعد كده البقسمات وزي ما قلتلكم لو انتو حابين بتاع المحلات او يعني المخ اللي بيتباع في المحلات ما بيتعاملش الحقيقة ببيض وبقسمات بيتعامل دايما بديه بس وبيقلوه فانت دي حاجة حسب الرب بس هو البيض والبقسمات بيضوها كده ارمشة خارجية حلوة كده ولون حلو ومن جوا المخ كان بيبقى طعمه حلو قوي هنخلص بقى زي ما قلنا كل برضو الكمية اللي عندنا كده كل المخ خلص وشايفين الكمية حلوة يعني ما شاء الله هناخده بقى وندخله التلاجة لازم ارتاح من ربع ساعة نصف ساعتين وبقى كده بقى نبدأ نحمر انا بحب احط الزيت يكون زيت سخن كويس ودايما بحط في الزيت ده لقيمة معلقة سمنة بلدي لقيمة معلقة زبدة كبيرة المعلقة دي مع الزيت بتدي طعم رهيب بجد لأي حاجة بني بحب اعملها بحب اعمل الخطوة دي هيتحمر على كل وش كتا اي بندية ودقتين لما الزيت يسخن معاك كويس هدي بقى انا رخليها متوسطة علشان قطر يستوي براحتو يبقى ياخد معاكي لون حلو وعايز اقولكو على حاجة مهمة جدا فاي مرة بتعملي بني بوفتيك بتعملي اي حاجة بتحمريها هتحمري كمية ولازم الزيت ده يتصفى مرة ومرتين علشان يفضل معاكي اللون دهبي زي ما انتم شايفين حلو كده اللي بيخلي اللون يبقى غامق واسود ومش حلو ان احنا بنخلي الزيت يفضل ينزل فيه اللي هي البقسمات والرواسب والحاجات دي وما بنصفهوش فعالاقل كل مثلا ما تحملي مثلا كده تقريبا مص مثلا كيلو من البني لازم تصفي الزيت وترجعي كمية تحمير تاني هنخرجوا بقى على منادي المطبخ او تخرجيه على شبكة وبعد كده كلوه بالهنة والشفة نقدمه بقى ونكله براحتنا هتكلوه جنب سلطات هتكلوه في عيش بلد دي في فينو زي ما تحبوا تكلوه شايفين من جوه حلو جدا وبجد كانت ريحة رهيبة يعني يا ريت الفيديو كان يوصل ريحة رهيبة وبجد تحفن يا رب يكونوا وصفه سهله وبسيطه وجربوه على طول ونعمل بقى من النصف زي ما احنا عايزين زي ما قلنا واشوفكم في فيديو تاني مع سلامة متنسوش بعد عملوا لايك وشير وكمان سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب